طيب أنا شايفة الحقيقة أنه إحنا يعني بنتكلم على أنه فيه مكسب كبير قوي لنادي الأهلي والعيبة نادي الأهلي من المباريات اللي بيخدها دلوقتي الفريق في كاس العالم للأندية سواء كانت مباراة بارن ميونخ أو مباراة طبعا في هالمراسل هتكون بكرا إن شاء الله مش بس المكسب ده مش باتكلم على المكسب في النتيجة وبس وإن كان ده مهم جدا وحتى على بارن ميونخ أنا فاهمة مدى أهمية الفوز أو على أقل تحقيق أداء أفضل من ده في مباراة بارن ميونخ بالنسبة لجمهور النادي الأهلي ولكن المكسب في أن أنا دلوقتي زي ما أحمد بيقول أنا في حالة إعداد للعيبة لأكتر للمستقبل يعني أكيد مونديال الأندية الجيل ده هيكون في مستوى تاني خالص إحنا بنتكلم على لعيبة بتعيش لأول مرة الضغط بالشكل ده في مونديال الأندية يمكن كمان أكتر من 90% من اللعيبة دي ما كانتش في كاس العالم للأندية قبل كده وأول مشاركة لها مع بطل أوروبا مع بطل أمريكا الجنوبية مع أكبر أندية في العالم هذه الأهلي من أكبر الأندية في العالم دي فإحنا بنتكلم على مستوى جديد أو يعني مستوى من المنافسة كبير قوي هم بيتعرضوا له الضغط اللي بيتعرض له كل لعب من دولف ومباراة بارن ميونخ ومباراة بالميراس ده يعني خبرة كبيرة قوي لما بارح كنت بقول أنه محمد هاني إيه ضغط أكتر من كده يتحط فيه أن يلعب عليه اتنين من أكبر لعيبة العالم سواء ألفونسو دايفيز أو كومن ده بيخلي يحط محمد هاني في حتة تانية أنه بعد كده لا هو خد خبرة كبيرة قوي من مباراة زي دي هنشوف بعد كده اللعيبة دي هتبقى عاملة إزاي في كاس العالم الأندية اللي جاي زي ما موسيماني قال بيقول إن شاء الله نكون موجودين لأنه بإذن الله هنفوز بدوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي فدي كلها مكاسب حتى لو ما كانتش النتيجة مكسب حقيقي